بانسوا غاليكم متابعينا وينما كنتو اليوم جيناكم بوصفة يستعملوها ياسر في المناسبات وفي النجاح ان شاء الله هتكونوا كامل ناجحين وصفتنا لنهاليوم كانت رفيس الكسرة حرشا رح نعطيكم السر تاعو اللي رح يخليه يجيكم رفيسكم بنين نروح لطريق التحضير الوصفة الاصلية لرفيس الكسرة بسم الله نحتاجوا سميد انا استعملت هنا سميدة عمر بن عمر نحط ثلاثة كيلة سميد بنفس الكيلة نضيفه نخلط زيت والكمية قليلة على زبدة نحط دقيقة نحط فيه الملح نحط فيها مغرفة صغيرة خميرة كيميائية نصف مغرفة صغيرة خميرة الكسرة نخلط دقيقة تاعنا مليح ونبسوه بالكيلة اللي كنا حطينا فيها زيت وشوية زبدة أغلبية زيت الكيلة تاعنا رح تكون نبسو نطقيق تاعنا مليح نضيفولو الماء شوية شوية نتحصلوا على عجينة نتماسكة نغطيوها بكيس بلاستيكي نخليوها ترتاح مدة عشر دقائق اربع ساعة اكثر نجيبو طاجين لحديد او اللي عندها طاجين اطنين تقدر تستعملو نقصو النار تاعنا منطيبوشو على نار قاوي نقصو النار يحب نار هادية نقصو الها نخبزو الرفيس داعنا نقطعوه الى قطاع نضعها في المراتح نتاع الهديد الطيب بعد ما الطيب نرحيوها بيدينه واذا عندك الغربيل نضعها في الغربيل تخرجلك دقيق يبقالك ديم الفوقة تقدري ترحي بالاشوار واذا تقدري ترحي رفيس داعك بالاشوار تتحصلي على دقيق كيما موضح في الصورة اهنا دقيق تعنا نفوروه في البرمة والكسكاس نضيفولو الغرس ووايفور بعد ما نخرجوه من الفور نضيفولو زبدة وعسل ونلمو ورح نعطيك السر اللي رح يجيك رفيس داعك بنين نضيفيلو كاوكاو كنا تحناه قليناه وتحناه وجنجلان كنا قليناه قليناه تحطيه وتحلطي حالي طاعك وتشكليه وما تقالي غير نقول لكم بونا بيتي ما تنسوناش في اللابوني صحيح موسيقى موسيقى موسيقى